مجيء بهذه الشخصين الذين يعتبران هما هرم القيادة في كردستان وبالتالي أحدهما يمثل الحزب الديمقراطي والآخر غيره فبالتالي لابد أن تكون الأمور بهذه الشفافية بهذه الصراحة نتمنى أن تنتهي هذه الأزمة لكن تحتاج الحوارات واللقاءات إلى جدية وإلى صراحة وإلى شفافية في الطرح إذا ما أراد الطرفان فعلا الانتهاء من كل هذه الإشكاليات لذلك الزيارة أعتقد فيها ضرورية ومبادرة جيدة من الحزب الديمقراطي بشكل سريع لم يتأخر كثيرا حتى لا تطول الأزمة ولا تشتد أتفاقات السياسية لا تنتج حلول وإنما ترحل الأزمات وتهدئ عواصفها لا أكثر ولا أقل إذا كان هناك جدية فالحل بالعودة إلى الدستور وتشريع القوانين التي تحتاج إلى تشريعات حتى يحسم هذا الملف عدى ذلك سنبقى ندور في فلق الأزمات ونبقى دائرة التخوين وخطابات التحريض التي يتضرر منها حقيقة المواطن في إقليم كردستان وأكثر مما يضرر من عندها القيادات في إقليم كردستان أو حتى القيادات في بغداء